والآن وقفتنا الاقتصادية لنشرة السادسة الملف الاقتصادي مع فاطمة خليل أهلا بك فاطمة أهلا نهى أهلا نهى سارة وأهلا بكم شاهدين وجولة اقتصادية جديدة تختمت فعليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان وزير العدل المستشار عمر مروان قد أكد أن جدول أعمال المنتدى شمل مختلف المحاور والأسس التي من شأنها دفع قطاع الاستثمار قدما سواء فيما يخص التحديات الاستثمارية الجديدة التي تواجه دول المنطقة أو الأليات المستحدثة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار كما أشار إلى أهمية تدريب القضاء في هذا الخصوص وكيفية تعزيز سبل التعاون والتقارب بين الدول المشاركة في هذه المجالات وللمزيد حول المنتدى وأهم ما تناولته فعلياته ينضم إلينا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصرية نحن اليوم في ختام فعليات اليوم الثاني للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار هذا المنتدى الذي يأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولية ومنظمة إنسول العالمية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وخلال كلمتها الافتتاحية بالأمس صرح السيدة المستشار وزير العدل عمر مروان بأن حرص الدولة المصرية الجد والمستمر على جذب وتحفيظ الاستثمار وجذبه إلى مصر وذلك في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة للدولة المصرية أوضح الوزير أيضا بأن وزارة العدل خطت خطوات جدية في هذا الشأن من خلال اقتراح مجموعة من الرؤى والتعديلات التشريعية والتي تم إقرارها على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس لرفع كفاءة الأعمال وكما ذكر السيد الوزير ابقاء المستثمر المتعثر داخل السوق وإيجاد آليات قانونية مرنة من خلال انتقال الخبرات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات ذات الصلة الدولية لوجود آليات قانونية تعمل على ابقاء المستثمر المتعثر داخل السوق وعدم خروجه من هذا السوق لتعثر وإيجاد حلول بديلة ومستحدثة لممارسة عمله من جديد وضخ الحياة فيه إنجاز التعبير من جديد أخيراً توجه الوزير بالشكر إلى كل من البنك الدولي ومؤسسة سول الدولية على كل المساهمات المتميزة في إقامة هذا المنتدى وطبعاً يتطلع إلى مزيد من التنصيق والتعاون من أجل الاستثمار ونهضة الاقتصاد الوطنية أكد وزير البترول والثروة المدنية طرق المل أهمية منطقة المثلثة الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلثة الذهبية حيث تم استعراض الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها بالمنطقة والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة شارك محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستراد الأفريقي أفكسيم بنك والتي تعقد بالعاصمة الغنية أكرا تحت شعار تحقيق الرؤية بناء الرخاء والازدهار للشعوب بأفريقيا التقى محافظ البنك المركزي مع رئيس نانا كوبو أودو ورئيس جمهورية غانا حيث نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بنجاح النسخة الحالية من الاجتماعات كما التقى محافظ البنك المركزي بالعديد من كبار الشخصيات وممثلي مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية وتنقش الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك العديد من الموضوعات الهمة داعة الأولوية للقارة الإفريقية ومنها قضايا التجارة الإفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بجانب تبادل الخبرات والتجارب الإفريقية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستهدف لدول القارة في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط متأثرة بخفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع مما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد الخام في العالم ترجع خام برينت بنسبة 42.47% ليصل إلى 70 دولار والسنت للبميل كما ترجع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 21.21% مسجلة 75.17 دولار والسنت انقفضت أسعار المزعوط العالمين بنسبة 3.11% لتصل إلى 2.42 سنت للتر كما ترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 23.100% لتسجل 2.62 دولار أو سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى الأسواق الأمريكية حيث فتحت المؤشرات الرئيسية في وولستريت منخفضة وسط مخاوفة بسبب تعليقات مؤيدة للتجديد النقدي من مسؤولين بمجلس لاحتياطي الاتحادية الأمريكية ترجع المؤشر داو جونز الصنعي بنسبة 27.100% كما انخفض المؤشر ستاندرد أنبوز 500 منخفضا بنسبة 31.100% هبط كذلك المؤشر نزدا كان مجمع بنسبة 35.100% أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التجديد النقدي وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عنده 3% بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جميحة تضخم أعلن البنك أن التضخم المدفوع بأسعار المواد الغذائية سيبلغ 6.2% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8% العام المقبل أضاف المركزي أن الاقتصاد المغربي سينمو 2.4% هذا العام و3.3% العام المقبل بعدما نمأ 1.3% في 2022 مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لنوها وسارة لاستكمال ما تتبقى من السبسة شكرا لك فاطيمة خليل شكرا لك